حدثنا فياض بن محمد الرقي عن جعفار بن برقان عن ثابت بن الحجاج الكلابي عن عبد الله الهمداني عن الولدي بن عقبة قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيمسحوا على رؤوسهم ويدعوا لهم فجيء بي إليه وإني مطيب بالخلوق ولم يمسح على رأسي ولم يمنعهم من ذلك إلا أن أمي خلقتني بالخلوق فلم يمسني من أجل الخلوق